تعرضات مستمرة تشنها الجماعات المسلحة المسيطرة على أجزاء واسعة في القطع الجنوبي للرمادي جهاز مكافحة الإرهاب المتجحفل في حيل أندولس والمعلمين في الرمادي أحبط هجوما لداعش اليوم وألحق خسائر بهم منها مقتل خمسة مسلحين وجرح سبعة آخرين حاول الدواعش طيلة فترة 23 يوم بالتعرض لقطعاتنا تقريباً 30 تعرض والحمد لله قدرنا نكبدهم خسائر فادحة بل رواح المعدات وما تحركنا شبر واحد وما راح نتحرك وعهد من قدنا إلى أهل الرمادي ما راح نترك الرمادي إلا وهي خالية من الدواعش حاولوا بأساليب وبطرق تفخيخ ودفعوا أن عجلات مفخخة لكن ما قدروا يحصلون أي شيء والحمد لله وشكر هذا وأكد المقاتلون في الفرقة الذهبية فوج بابل الذي استلم مهام تطهير مركز الرمادي عن استلامه مسلحة حرارية متطورة وصواريخ للمعالجة تم الشروع باستخدامها لتحرير المناطق حاليا نحن بحي الأندلس وإن شاء الله إن شاء الله نصل قريب عن الله تقدم ماشي أسلحة حديثة سلاح حديث صاريخ حديثة إن شاء الله بهالأيام هالقليلة نحن عابرين ساحة الفرسة أربعة إلى خمسة من داعش مصاوي بما يقابل سبعة إلى ثمانية حالاتهم خطرة وأبطالنا الفرقة الذهبية الفوج الثالث فوج بابل الأبطال تقدم رائع مقاومة دامة ثلاث ساعات وإن شاء الله وصلتنا أجهزة حرارية حديثة أنا سولفت حرارتك شوفر الحياطين وراء البيوت تقريبا أجهزة كثيرة ووصلتنا قناصات حرارية وإن شاء الله يوم قلال من خليها إن شاء الله نصفوا يوم يدين نقدم وما يخافون لا داعش ولا بداعش ويوميا تجينا دعم وإصلاح خير من الله وجدتنا حتى صواريخ حديثة والحمد لله والشكر فيما أعرب مقاتلون آخرون عن إصرارهم في التقدم للأحياء القريبة لتحريرها وطرد المسلحين سيما بعد إبطالهم للعديد من العبوات الناسفة ويعطى بآليات مفخخة نحن منطقة حي المعلمين وإن شاء الله ما ظل أيام معدودة وتنتهى الأجمع إن شاء الله اليوم فجرنا عجلة بحي الأندلوس وإن شاء الله من التصرين وما يخافوننا جردان داعش وما أبقى إلا أطرافنا الرمادي وجزء بسيط منها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة سوف يتم تحريرها بالكامل من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة